اصدر المؤتمر السنوي للجان في ختام اعماله والذي عقد افتراضيا بعنوان واقع الاقتصاد والفرص المتاحة بعد جائحة كورونا اصدر بيانا تضمن عدة توصيات من اهمها دعم برامج تمكين لرفض المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب قيام تمكين بتوفير برامج دعم التحول الرقمي للمؤسسات والشركات التجارية كما اقرت التوصيات اعادة صياغة العلاقة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتفعيل الشراكات الاستراتيجية واوصل المؤتمر على تعزيز فرص البحث العلمي وضرورة ربطها بالواقع العملي والفرص المتوفرة واحتياجات سوق العمل كما دع المؤتمر الى حث القطاعات الاقتصادية لتحول تكنولوجي وتشجيع الاستثمار الاجنبي وتوسع في تصدير المنتجات الوطنية الى خارج البلاد بالتعاون مع مركز صادرات